والآن مع الكتابة العلمية للأعداد أو scientific notation مثلاً إذن المسألة هذه ترتبط بعدم قدرتنا على كتاب أعداد صغيرة جداً وأعداد كبيرة جداً بدون أن ندخل إلى مشاكل وأخطاء فمثلاً عندما نتكلم عن نصف قطر ذرة الهايدروجين فالعدد هو 0.53 متر إذا استعملنا مثلاً وحدة المتر بالطبع نفتح القوس أنه الاختيار الوحد يجب أن يكون مربوط بالمجال هذا ربما نتكلم عنه في المستقبل فبالطبع في العالم الذري سوف نستعمل وحدة اللي هي النانومتر أو الفامتومتر إلى آخره المتر ليس الوحدة الصحيحة لدراسة الأشياء الذرية ونفس الشي عندما نتكلم عن المسافة ما بين القمر والأرض اللي بالأمطار هي 384 مليون تقريباً متر بالطبع هذا العدد هذا كبير بالنسبة لوحدة المتر والمفضل أنه نستعمل وحدة أخرى مثلاً كيلومتر بالكيلومتر هي 384 ألف كيلومتر وإذا تكلمت عن المسافات ما بين المجرات وما بين النجوم فالمتر ليس الوحدة المفضلة ولكن نفترض أن نخترنا الوحدة وهي الوحدة الدولية ونتكلم عن شيء صغير جداً يعطيني هذا العدد وشيء كبير جداً يعطيني هذا العدد بين قوسين ما هي السيجنيفيكين ديجيتز؟ هذا العدد خمسة وثلاثة هما السيجنيفيكين ديجيتز كل الأصفار هذه تستعمل لكتابة العدد وتعطيني رتبة هذا العدد رتبة العدد يعني كبره هل هذا العدد صغير أم كبير ولهذا الغرض يجب أن نعتمد على السيجنيفيك نوتيشن السيجنيفيك نوتيشن إذن هدفها هو الإشارة إلى كبر الجسم أو الماغنيتود هل الجسم كبير أو المقدار كبير أو المقدار صغير ونفس الشيء هنا ما هي السيجنيفيكين ديجيتز؟ هي إذن most probably هما ثلاثة ثمانية وأربعة وهذا الأصفار هذه إذن كتابتها محتمة لأنه هذا المسافة هذه إذا كتبتها بالأمطار يجب أن أضيف الأصفار إلى اليمين علشان نكتبها بالأمطار لو كتبتها بالكيلومتر بالطبع سوف أتجنب هذا الثلاثة أصفارها إذن بالطبع لمعرفة السيجنيفيكين ديجيتز بصورة مثبتة ونهائية يجب معرفة كيف قيس هذا الرقم هذا وظروف القياس وهنا إذن هذا الشيء اللي ممكن نقوله أنه most probably هنا السيجنيفيكين ديجيت هما ثلاث الأرقام هذا وهنا هما هذا الرقمين إذن واش هي العامية الآن؟ إذن الاقتراح هو أنه مثلا هذا العدد هذا واش نعمله؟ نأخذ ننطلق من عندما يكون العدد كبير جدا إذن ننطلق من اليمين ونسافر إلى اليسار إذن نحسب واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وأتوقف وهذا العدد هذا سوف يتحول إلى ثلاثة فاصل أربعة وثمانين مضروب بعشرة أس زائد ثمانية لأنه هنا عندي ثمان رتب إلى غاية آخر رقم ذات أهمية آخر رقم ذات أهمية هنا هو ثلاثة أوكي وهنا نفس الشيء آخر رقم ذات أهمية هو خمسة أوكي إذن لهنا واش نعمل؟ نحسب إذن في الاتجاه المعاكس إذن نحسب واحد إذن ما ناخدش هذا الصفر هذا بعد الفاصلة نحسب الرتب بعد الفاصلة فقط وكل الأصفار هذه أوكي سوف أتجنبها إلى غاية هذا الخمسة هذا أوكي إذن نحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش أوكي إذن إذا ما عملتش خطأ هذا العدد هو خمسة فاصل ثلاثة مضروب بعشرة أوس سالب حداش متر شايفين هنا إذن عندي عشرة أوس سالب حداش لأنه عدد صغير وهنا عندي عشرة أوس زائد ثمانية لأنه عدد كبير وهذا الطريقة هذه إذن شايفين هنا ما كنت متأكد ما هي السيجنيفيكان ديجيتس كنت نعمل فقط فرضيات ولكن نرجع الآن مثلا نفترض أن نقصنا المسافة ما بين الشمس والأرض هي تقريبا 150 مليون كيلومتر إذا حولتها إلى المتر واكتبتها بصورة علمية تتحصل على هذا النوع من الكتابة إذا كتبتها على هذا الشكل إذن شايفين عشرة أوس حداش ما يتغيرش إذن هذا العدد يساوي هذا العدد ولكن كتبتهم بطريقتين مختلفتين فالطريقة هذه أنا وش راني نقول نقول أن رقمي هذا عفوا هذا العدد 1.50 أنا متأكد من 1 ومن 5 ومن 0 إذن لهنا لدي دقة بثلاث سيجنيفيكان ديجيتس لهنا لا عندي دقة أقل ب تو سيجنيفيكان ديجيتس أنا متأكد على رطبة واحدة بعد الفاصلة لهنا أنا متأكد على رطبتين بعد الفاصلة هذا العدد هذا لا يؤثر على سيجنيفيكان ديجيتس اللي هو العشرة أوس إذن وش هو دور العشرة أوس هنا هو ضخم العدد أوكي ضخم العدد هل العدد صغير جدا أو كبير جدا أوكي إذن عشرة أوس 11 متر بطبع هذا العدد كبير أوكي مسافة الشمس إلى الأرض بالطبع عندما نقول كبير جدا وصغير جدا بالنسبة لماذا خليكم تفكروا بالنسبة ل أنا أوكي الإنسان يقيس دائما أو يتكلم عن أشياء كبيرة أو صغيرة بالنسبة له إذن عندما تقول مسافة كبيرة جدا هي بالنسبة لطولي أنا مثلا أنا متر أو 80 سنتيمتر فبالنسبة لطولي أنا إذن طول إنسان عادي فالمسافة هذه كبيرة جدا وهذا المسافة هذه صغيرة جدا إذا حبيت نقيس الزمن ممكن ننقيس مثلا بالأشياء اللي متعود عليها الأشياء اللي متعود عليها هي الساعة هي اليوم أكثر شيء اللي متعود عليها أنا هو عمري عمري ربما يكون 70 سنة أو 80 سنة لا أدري فعدة سنوات أو عشرات السنوات هذه فترة عادية بالنسبة لأي شخص إذن عندما نقول فترة زمنية كبيرة جدا هي بالمقارنة مع أقصى شيء بالنسبة لشخص لهي 70-80 سنة وعندما نقول فترة صغيرة جدا هي فترة صغيرة جدا بالمقارنة مع الثانية نحن نعرف أي إنسان تقول له ما هي الثانية يقول لك هي تك والكتابة العلمية ممكن تكون على أشياء عادية يعني ممكن تكتبطوه لك على شكل العلمي مثلا مسافة عادية هي مسافة 1200 متر كيلومتر فاصل 2 إذا كتبتها هذا الصورة هذه أنا لست متأكد هل هما واحد واثنين فقط هل الصفرين هذا كتبتهم محتم لأنه استعملت وحدة المتر ويجب إضافة الأصفار إلى اليمين أو تشارك هذا الصفرين يشاركان في دقة هذا العدد لا أدري ولكن عندما نكتبه بصورة علمية إذا كتبت على هذا الشكل إذن 1.20 مضروب 10 أو 3 متر هذه الكتابة العلمية أن هذا العدد دقة هي 4 significant digits أو دقة هي ثلاث رتب بعد الفاصلة إذا كتبت على هذا الشكل فدقتي أقل لأن الصفرين بالطبع هنا رأي نقول أن هذا الصفرين هذا ليس لهما أي علاقة مع الدقة إذن العدد التاعي أقل دقة من هذا العدد لهنا دقة هي المتر لأن هذا الرتبة هذه هي المتر هذه عشرة الأمطار هذه مئات الأمطار وهذه الكيلومتر وهنا في هذه الحالة هذه دقة هي 100 متر لأن توقفت برتبة واحدة بعد الفاصلة وفي tactics box إذن سريعا إذن مراجعة للقاعدة التي استعملت الآن إذن إذا كان العدد كبير جدا نحسب بداية من الصفر هذا الذي جاء على اليمين 1 2 3 4 5 6 وأتوقف في آخر significant digits إذن هنا عندي 6 رطب إذن العدد 6 37 مضروب 10 أس 6 أمطار وإذا كان العدد صغير جدا ننطلق إذن بعد الفاصلة هنا نحسب 1 1 2 3 4 5 6 ونحبس هنا أول significant digit والعدد هذا 7.5 مضروب 10 أوس سالب 6 متر إذن نذكر 10 أوس سالب 6 متر نتكلم عنه فيما بعد هو وحدة micro متر micro نراجع هذا في المقطع القادم ملاحظة أخيرة إذن الكتابة العلمية للأعداد تعتبر من أهم الكفاءات وفهمها إذن يعتبر نقطة مهمة بالنسبة لأي طالب علمي وبطبع هذه من بين الاتفاقات العديدة لنستعملها في العلوم علشان يكون لغة الأعداد تكون إذن المفهومة للكل باختلاف الثقافات واللغات ولكن اللغة العلمية لازم تكون نفسها للجميع ترجمة نانسي قنقر